في 1 سنة أو سنتين سنتين حيث تقدر لك تأخر الإنجاب أو العقم هذه الشيرة ليست 100% يعني ليست 100% واحد النسبة العقم نسبة ضئيلة ولكن تأخر الإنجاب تقدر لك فكما تجاوبي دعوا الإجام لكي تلعوا الإجام دعوا الإجام لا أحب السوق أحب السوق حبيبتي لدي الكيس في المابيض كان فيه 7 ميليم 7 ميليم 1 سنتيم شربت 10 فاستان ثلاث شهر لقيت فيه 62 خرج لي ثاني 10 فاستان ستبقى يتخذ 10 فاستان حتى يتحيد لك الكيس هما الكيس سوف يكون إذا لم يكن يدرك لا يدرك يبقى لك كيس لا يوجد الكيس لا يوجد شيء لا يوجد الكيس 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 أما هذا الكيس نصف العالم لديه كيس عايشين بيوم أنا حملت كيس صغير وحملت بيه عادي لا تخافيش هذا اللي عندك فيه 62 ميليم متقدر يتحمل يتحمل ولكن كملي على شخصتك تكمله لكي يتحمل وحملت كيس لا يوجد الكيس لا تحبس لا تحبس أنا أنا سأجب سأجبكم 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 لا تنسوا لا تنسوا أن تجب عندي لانستغرام لا تريد موضوع لا ترد لا تريد لا تقولوا هنا في تاك توك سأجب لانستغرام لانستغرام سأجب سأجبه في تاك توك هو لانستغرام قناة اليوتيوب سأجب وضع فاديو وضع 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 حمل حانا طلعيني الله يضحم وليده لا تفهم ما فهمت حانا وليده وليده لانستغرام صغير لانستغرام 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 وانستغرام لانستغرام يجب ونستغرام ومشن لانستغرام كله كله وهمه قال لك لابنة أصعادة اخي كل شيء ونستغرام ساعة السلام عليكم السلام حنال كدير أختي دمس عليك فاضحة ببتبخر الحمد لله وانسي الحمد لله أختي لله الحمد للك الوليدي لله يجازك بالأخير يعني أنا كل العام دابا ثلاث مرات كل عام كنحمله وكيطح لي البلد الصغير كيطاح كل على خمسة أشهر كيطاح البابي معرفش معرفش السبب المرأة قلت لي الطبيبة قلت لي عادي تقبلتها يعني ملي المرأة أو الجمراء الثلاثة يعني كان شيء حاجة اللي ماشي هي هذه لا صغير حانان بأن الصغير لك كنت تحملت لصد المرأة وطاح لك البابي رغم شيء عادي قلني لي دم ديالك دم ديالك دم ديالك لا ما طالبت مني شيء حاجة طبيب ما درتي مع مرأة دم ديالك هذا هو المشكل هذا هو المشكل ما كيكونش سويفي تتبع طبيبا ما كتعتكش ما كتعتك صراحة أنا كانت تصبح لدي المسائل المرأة اللولة حانان كان عليك تديري فاصلة ديال الدم لأن إلا كانت عندك الله يخليك حانان أنا ما كرهتكش غدا إن شاء الله تمشي تديري فاصلة ديال الدم ما غاليش بزاف كتدير ستين درهم متأكدي إلا كانت حانان عندك فاصلة ديال الدم ناقص خلصتك تديري لانتسي ديال وحدة ديال الدم بقيها باش إن شاء الله هكا هذي كان عليك تديري في الأول ولكن حسد أدبت قدري تديري باش ما يعودش البيب يطيح لك أنا قلت لك هذا احتمال الفاصلة عندك ناقص احتمال يكون عندك شي ميكروب في الوالدة ولا يكون عندك كيست ولا يكون عندك كلفة بغم الكورة درت لي كوغافي شفتي واش عندك درت لي درت لي هذا في المهبل قلت لي عندي الوزنقية عندي أي حاجة بلاصة الرحيم عندي كل شي قلت لي عادي تتوقع لأي مرة يعني تقدر تيطيح بحلقة سبونطانية إذا ما تقبلت المرة الأولى هانتي شوفي المرة الأولى أي سيدة تقدر المرة الأولى من التي تحمل تحملها الباب عادي ولكن إذا عودت المتصد المرة سترى عادي شي ما ما تأكد عندك فاصلة دم ناقص أنا هات شي بلية حيث ما عادي حان إذا قدرت دم ودوز عندي الانستقرام هانتي ديريها ودوز عندي الانستقرام باش نكمل معاك إنساء الله الله يخلي يعني حاجة عادي يعني لك أنا عندي ناقص يعني يعني شي حاجة ماشي غراف ولا ماشي غراف كتدري غير واحد لبرا هذي كان لك الدرام لطح لك النوب لولا كان لك ما لك أنا في إيطاليا يعني لما أعطيك الطبيب رخصة باش كتدري شي حاجة ما يقبلوك باش يغال الحاج مثلا أنا ماشي السبيطار نقول لي أنا أريد الفاصلة يقبلوني يعني لما صيبتني الطبيب دي لغaz فهم شي يخصي يكون عندك ملف الطيبة ديالك باش يتبع معك مرابا صافي وقلت سأرى أخصائية نتبع معها أخصائية بالفلوس وذلك نتبع معها حسن من يعني نقول لدينا المخزن يعني هذا هذا يتوز لك صافي يتبع لك حاجة صبرتي ثلاثة ديال مرات والبي بك يطيح لك وزعم بزيت لحوية كان لك تدير يوم المهم يقول لي ما عندك إفرازة مهبالية والحكة والله لا حال هذا كان في أحرق البول ولكن أعطاني الطبيب أنتي بيوت حال هذا صافي تفوتني وشيء أخر ما لدي لحكة لما يخرج من المهبل لدي حاجة لرائحة خيبان صافي مزيان مهم أنا بشكيت أن الفصلة الدم عندك ناقص هذه هي التي تخلي الباب ده براج عنده زائد عندك ناقص ألغم لي تكون واحد الجانين ما يوقع أن أنا قلت هذا احتيمال الأول واحتيمال ثاني يقدر عندك الوالدة صغيرة الحجم الوالدة صغيرة لا تكفي الباب فيني كبر حيث قلت يصل إلى خمس شهور لا لا أختي لهم حتى تفت الفاز لا 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 لداخل الرحم أو خارج الرحم يعني لم يكن لهم كيف تفت الفاز لا 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 أو من بعد من الذي كان يأتي إلى الهجع و يبط من الحم يعني الحب سبحان الله العظيم أول مرة سأسمع بأن الجانين لا 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 أنا يمشيت عند هذا المرة الثانية كان على خمس أسابيع كانت تعطلت علي أسبوع ودرت أنا التحليل البول حشك في الدار لا طلع بأن جو شرطات حنان وش خمس أسابيع أو خمس شهور لا خمس أسابيع أختي ماشي خمس شهور لا بحذب أنا دورة عندي منتظيمة قديني دائما 28 وعشرين لتعطل 30 أنا كان جاتني واحد في شهر آخر دورة تعطلت علي أسبوع درت تحليل البول طلعت بأن إيجابي بعدين كنت في الدار كنت شوف هذا شي بحل القهوي عايت السبيطار بشيت دز بالدم عندهم من بعد من دار لي اختبار الحمل قالت لي يرى ما طلع عندهم الحمل دار لدي تحليل الدم إجاهم بحل حمل ضعيف ولكن أنا من جل الدار يعني دز بالدم حشك بحل الدورة الشهرية ونظيم للحم بحل كمو يقول كيطح لي كيطح لي البول كيطح لي بحل تحلي بحل ضع الحمل اه اه انا كان كيطح خمسة اشهر يعني خمسة اتابع لا خمسة اتابع اختي لدي الفصلة الدم ناقص وهذا اللي قتل لي يقدر يكون عندك حمل يكون الحمل خاوي من الوسط لا يكون فيه كيف نقول بحل غير واحد اللحم تكبر ما غير يكون جانين هذا يطح ما السبب لالاخت دي علي هذا لما كان تتكون جانين صراحة صراحة حمل يكون خاوي من الوسط لا فيه شكرا غير واحد لتكبر بوحد صراحة هذه ما عند الزعم شي اسباب اللي هي واضحة زعم علميا ما كين هذي تكون من عمد الله هذي قتلي هي شيء عادي قتلي كل شيء أي حاجة القاتل عندي في بلاس هذا حمل يكون فارغ من الصغر واحد اللحم كتكبر ما كان بابا ما غير تكون واحد اللحم كتكبر وكتطيح بوحدها هذه صراحة أنا قلت لك ما عند الزم اسباب رئيسية الله سبحان وتعالى تكون من عنده لذلك جوج الحويجات عندك الفاصلة هي عندك هذا بابا يكون واحد الحمل لي كامل يكون خاوي غير واحد اللحم كتكبر بوحد شكرا شكرا اختي الله يجز بخير الله يحب الله يطاول في عمرك ويحب اختي كل مكتم اتمنى في خاطر امين رحمة الواردين ديري الفاصلة دم ديالك وردي علي في الاسطاق اختي الله يحب سبح لي بسر لا يجز بالخير انا سأتبع معك الحال ديالك الله اختي 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 فعلي اما تشوف المغرب كنتي في المغرب سأتبع لك اجي عندي القناة ونسبع معك ان شاء الله سيكون خير اختي لا لا اختي اختي الله يحب في المحاطة سير جد بحي اختي مهم حانا نسدوز عندي الانستغرام ونكمل وصافي شكرا اختي الانستغرام لك نفس الاسم فعلي نساج اختي الانستغرام دخلي داخلي البروفيل تاك توك فين كانت صورة تاك توك سأتلقي احدا الانستغرام سأتتلقى لك سأتدخل لك الله رحم لك الوالدي نخسي لله يجرز بالخيار سمحي لي شكرا ايو نكمل نكمل شفنا هاد السيدة مسكينة صعيب تدير إجهات ثلاثة ديال المرات صعيب الحال الله يستطيع لا مسكين ما يساوي للخير سنكمل سنحاول نضرب الابناس اضعوا لجم السر الذي يطلعون في live اضعوا لجم حيث هاو مده بسع ثاني ارجعوا لكم منطق من الأول ارجعوا لكم منطق ما طلعت شي كومنت اضعوا اضعوا حيث اضعوا الاخت من الاحسن الوالدة ستصل البيب 6 شهر كبار لذلك لا تستطيع اضعوا اضعوا عام جيدة لكي لا تأتي اضعوا لكي الوالدة اضعوا اضعوا 3 اضعوا اضعوا 6 شهر ونطق اضعوا شهر ونطق اختي بثي اصطر الامر ونطق نقطق إذا لم يكن خطر عندك تخوض الوسيك لنعرف كيف تستخدم الاب بيلول إذا لم تستخدم الاب بيلول كينة وحبوب منع الحمل تستخدمها لمدة ثلاث أشهر لكي تقعد لك هذه الدورة اللي بنات سوف يضرب لكم البرد سوف تستخدم الأسباب للدورة لكي تخربك سوف تستخدم الاب بيلول المنع الحمل سوف تقعد لك الدورة ومن بعد سوف تساعدني على الحمل ماذا سوف تساعدك انا او لاب بيلول راون لا تفهم السؤال لك عافك أختي عن بكارت الماطيض لا تفهم السؤال لك سلام انا وليسا سوف تستخدمها وحبت أن أشرب لا أعرف كيف أحبتها نعود أن أقولها أرى الكثير من البنات تقوموا بأغلط هذا مانع الحمل الرضاعة PMP 28 أحبه كان حبسه على 6 شهور إلى 6 شهور وباقي تأخذ مانع الحمل 28 أحبه مانع الحمل الرضاعة خفيف خفيفه غير البخوجيستيغون يقدر الغرفة ومانع الحنة كان يدخل 3 ساعة بمانع الحمل سيدة وولدت ووفاة 6 شهور ولكميزة يبدأ يدخل 21 أحبه لابد أن تكون 21 أحبه ضروري ومعرف啥 أعرف أن تعرف إذا بدأت أن يكون الثالثة قبل 6 شهور لديه الاستخوجين وهذا الاستخوجين يقدر يدوز لك الحليب ويقدر يردعو الوليات ديالك أو ليحبس لك الحليب لذلك 6 شهر كان نبدأ 21 حبة قبل 6 شهر كان ناخد رضاعة 28 حبة نشربها كل نهار كل نهار كل نهار ما كان قطعه فتى نوصل إلى 6 شهر ما ليه كان نوصل إلى 6 شهر كان ندوز 21 حبة كان نشرب 21 ونحبس سبعية ونشرب 21 ونحبس سبعية ما أنا غادة سبعية نقولها ونعود نقولها ما غادة تحمليش فيها واخدري علاقة مع الزوج ديالك لأن في ديك ساتجوغ ما كتكونش إبادة سافي ما السبب تقلصت تحت الصرة تقلصت تحت الصرة عندك الوالدة الرحم كي يكون تماما عندها بزاف ديال الأسباب تقدر تكون بطانة الرحم المهاجرات تقدر تكون قبل الدورة الشهرية يكونوا تقلصات يقدر يكون حمل ثاني ويقدر يكون تعفون هنا يقدر يكونوا تقلصات 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 مطاط المسلمس تقلصات لونة أول مره من الزوج لك تقلصات من الداخل ستعرف بأنها لديها تعفل سأخذوا إذا كانوا لديها الباكت و هذا ستعرف إذا كانت تعفل و ستشرب الدواء أختي لديها تكيوز المابد و أعطتني باكلون و قمت باكلون و لا يدوش لي و أردت أن أحمل جوابيني خليجة و أردت أن أحملي و أردت أن أجربتي و أردت أن أجربت محاولة و لا أحملتها حدث أن تحييز الكسد و لكن كان الكسد لا يريد أن يحييزه و ستتستمع بهم خليجة تجاوبي علي و أردت أن أجربت محاولة و أردت أن أجربت مع الزوج و لا أجربت الله أو أعاد و أتستمع بهم و أخيك يكون كسد مصغورين ستستمع بهم أعافك بعض المرات كنت أشعر بشيء انغيزت في المابد الأيسر و لا أعطت علاج و أشياء و أجربت محاولة بين أريتاجر عندك إنفكسيون عندك تعفن في الرحيم أو عندك إنفكسيون أو عندك إنفكسيون إفرازة بيضاء لذلك عندك إنفكسيون أو عندك تعفن ضروري البنات لماذا ترخيوا على رأسكم؟ سوف يكون الجهاز التناسولي الأنتوي هو رأس المال للمرأة هو الحاجة الغالية للمرأة أريد أن يكون هناك شيئا سوف نقوم بعمل و نقوم بعمل و نقوم بعمل و نرى ماذا لديه سوف تخسر بشيء و لكن سوف ترتاح إذا أخذتك بشيء ما يفعله؟ يمكن أن يفعل العقم و يمكن أن يفعل السرطان هذا هو مالك كمبليكاسي التي يمكن أن يفعل أنه تعفونا الذي يكون في الرحيم أختي أنا كن أخذ مانع الحمل لم أكن أن أخذ مانع الحمل لم أكن أبنى أختي لا أبنى أختي و أخذ مانع الحمل كل نهار لا تقوم بتقلبي على الرحم و تفرق عليك بلي كيس انا كنشرب الفانية المانع الحمل و انا كنردع و عندي وليد طالة في تسعة شهر انا كنشرب الفانية المانع الحمل و انا كنردع انا اخذي ايدي ال 21 حبة انا كنردعي البنات اللي كنردعو خدو 21 حبة من بعد 6 وره ما عندو مي دير لك تقولك شي وحدة اللي انا كنردع ما اخذي ايدي ال 21 حبة اللي ستسخدي ايدي ال 21 حبة لان الاخر عفت بان انا جاوبتك البنات اللي كمانتر كيس عاودو هادوك الاخرين واقعي لطارو انا امرأة حاملة و فيها الوجع في جنبي ليمن و ظهري ما عرفتش حال عندك اذا كانت ادخلت تسعة عادي نعسي علاج لك لا يصر بعضها ضروري المرأة الحاملة نعسي علاج لك لا يصر من بداية الحمل لذلك لا يصر من بداية الحاملة تدوز الباب مزيان الضوضة الدموية لك تكون مزيانة و يتنفس مزيان سلام اختي بغيت نسولك انا جاوبتك عليها البنات اللي كمانتر ستعاوضوا سوف نعرف كيف ننفسه في الولادة و كيف نديره عرفتش يالله لقيتوني سوف ننشر واحد المتاريال سوف ندرك لكم واحد الفيديو سوف نضعه في قناة اليوتيوب على كيف سيدة توجع و كيف ستدوز عندها الولادة مزيان كيف تنفسي في الولادة سوف تجمعي السوفل سوف تجمعيه من نيفك و تخرجيه من فمك سوف تساعدك في الولادة و سوف تساعده في الزحمة التي تكون قابتك الزحمة و التي تكون تولدي و التي تكون لطاة البيب خارج لا تتخنق العيالات التي سوف يولدون ان شاء الله طبيعي و التي تكونوا تولدون والبيب خارج سوف تجمعوا هذه الحركات التي تدرك لكم دابة سوف تجمعوا السوفل من نيفكم و نخرجوا من فمي لا تحبسيش تخرج البابة إذا قدرت بحلها البابة لا تتخنق سوف نضع لكم واحد الفيديو ان شاء الله ما زال يالله ديره واحد لدوموند على واحد الماتاريال كي يجيني كي نوريكم البخاتيك يعني شي حاجة طبيقية ماشي بالفم و سوف نوريكم ان شاء الله الحركات الرياضية التي يحلوا فم الوالدة و سوف تولدي طبيعي و سوف تولدي أولادة سهلة المهم المشي السيدة التي دخلت لشهرها تمشي تمشي لا تعيش من المشي شرب الزيت البلدة و تتمر سوف تولدي أولادة سوف نضع عينك تحليات القيارة سكولتي بلارة زوين راه درت علي مانع الحمل بلارة مزيان اختموا ممكن باقي باقي معي حبوب رضاعة مع أني لا ترد لا لا ترد لا تشرب حبوب بالمانع الحمل الرضاعة من غير إذا كان لديك مشكلة هو الذي ستتخدمه إذا كان لديك مشكلة لأنك لا تستطيع تخدمه هذه الساعة المخصصة الليبنات لا تنسو إضافة المخصصة لا تنسو هو الأشياء لا تنسوا سوف نقوم بالمانع الحقيق لا تنسو سوف تتعود إلى الشاشة أنت لا تتعود ما فهمتش علاش اختي عندي افرازات كثيرة وقردع شي حل افرازات كيفش دايرة وش بيضة وصفرة وش خضرة ومشاهد يا الله حتت واحد الفيديو في اليوتيوب دوزي شوفي حتت كلها افرازات واتخاطمو اللي تقدر يتاخذي افرازات شفافة لا يوجد رائحة لا يوجد لون لا يوجد مشكلة اذا افرازت صفرة وخضرة او بيضة بحليب او خمير او بيض هنا لديك البكتيريا عافك اختي انا في شهر الثامن وكرشي في اليوك تتزير علي وش عادي شوفي اذا كان واجعت حاولي اره ماشي عادي تقدري تولي في الثامن ياك شنو غادي تديري ديما نعطي علاج البكلاسر وحاولي ما تضربش تما رفض شهر وما تهزيش تشقل وما تتمشيش بززاف خلي البيب راسي في كرشك لا يمشيه بطلق في هدوية مواها في الويت ياموا حتى الشهر تسعود تدخلت تاسع وذلك الساعة اللي بغيتي نعطي علاج البكلاسر تنفسي مزيان كيفما قلت لك هذه الحركات مزيان باش البيبي يدوز الوكسيجين في الدم دياله وما تتمشيش وما تضربه شماره خلي البيبي زاقي في بلاسته اختي عندي ناشط على غده الدارقية وووغيت شرب مني الحمل دياله 35 جو بني او 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 الغده الدارقية واللابيبي لول ما تتلاقوش انا كننصح اي وحده عندها الغده الدارقية لا تخدش لابيبي لوليو يدرش ماني على الحمل واحدة اخر لان لفة الدواد الغضة الضلقية لا يبقى و لفة الدواد الغضة الغضة لا يبقى البناء تقوم بإعطاءكم السر لكم أنتاك يتعاودوا ذلك اللي كانوا الفوق يتعاودوا يا ما فهمت غازات ميهبالية لدي البنات عادي أعرفتك لماذا تهدري؟ من الأحسن لا يريد أن يكونوا ليس شيء عادي لن أقول لك لماذا؟ لأن البنات تقوم بها علاقة جنسية والزوج يقوم بإجابة داخل الميهبال يعني الاسبرم لا تتنضج تغسله في البلاسة تجعله وتتنسر هذه واحدة من أسباب الغازات اللي يكونوا في الميهبال لما يبقى ستسمعي و ستسمعي الغازات يخرجوا من اللي تقوم بإجابة علاقة جنسية مع الزوج يقوم بإجابة داخل الميهبالية لا نجعل ذلك شيء يتم أصلاً لا يبقى يعطي الريحة و يعطي تعفن و يعطي إفرازات و يعطي هذه الغازات دائماً من بعد العلاقة الجنسية و يعطي إفرازات و لا تجعل ذلك الاسبرم من غير السيدة التي تريد أن تحمل و أريد أن تحملي و أريد أن تحملي و أريد أن تحملي ستزرج لك ستزرج لك مع الحيط واحد من الساعة هذه السيدة التي تريد أن تحمل حالي ستزرج لك حيط أن تحمل السيدة التي لا تحمل ستزرج لك و أكبر جنسية ستجري الحمام و ستجمع ممتعة و إسرائل و إيجب أن تحمل و إيجب لا تنسوش تتوزو الانستغرام كنوصيكم كنوصيكم حيات اللايف غيكون ان شاء الله في الانستغرام عبارتير من غدا ان شاء الله في الانستغرام إلا بقي نحيين بغيت نسولك أختي واساو ولي كورك سويلتي عادة يعطي الوقت فاديك بغيت نسولك أختي لنعرف ما لدي بكارة مطاطية ولي عندي حتى نشوفها حتى نشوفها ستعرف بكارة مطاطية عندك من نهار الأول نهار أول نهارني اسمعك راجلك رغت بان بكارة مطاطية أول حاجة ما كيهبطش الدم ثاني حاجة كتحسي بالحرق وكاذاك الحرق كتبقى يتحسي به ديما وكاذاك تكون لدي ولدها طبيعية وكاذاك الغيشة البكارة تقطع وكاذاك تمزقت وكاذاك ترتاح البكارة مطاطية كاذاك نعرف لدينا بكارة مطاطية هي نهار الدخلة ما كيهبطش الدم لدينا بقبلها حتى يكون قناة فهو حاجة لا تذكير أنا دائما كنتم تنطيع العلقة في الإبادة ودابت تسع وشهر وانا كنتم أحاول خديجة أصدري اللي كوغافي وانا ترى ما عندك دائما كنتم تنطيع هذه المثال وش عندك ليكيستو وش عندك فهو لا يريد أن يكون لديك أفن لا يريد أن يكون لديك أفن فهذا لا يريد أن يكون لديك أفن يريد أن تحمل المشي إلى جينيكو ويقوم بإمكانك رحمه لأنه لا يريد أن يحمل المشي على رحمه المنصخ فيه ليكيست فيه فبغوم فيه مثلا انفكسيون فيه سوف يكون هناك إجهاض ولدك يخرج مشي وهادك دائما كونسنتاته لن يخصره ومدت ما جابت سوف تكون مصير بابة هذا إختي ما هي الأعصاب لا يوفق إبرة منع الحمد إذا لم أردت أن تقول لي ما هي الأعصاب لا يطار على الإبرة ما هي المرأة تكون حاملة والدورة الشهرية تجيها عادي في الوقت ما هي المرأة حاملة والدورة الشهرية تجيها في الوقت إكرام هذه حالة نادرة سيدة تكون حاملة وتجيها الدورة هذه حالة نادرة تجيها حدف عشرة لف مرأة حاملة وتجيها الدورة عادي هذه استثناءات أختي أختي ممكن أن يصار الحمل معي حبوب الرضاعة أنا جوبتك البنات لكي تعاودوا ديروا ليجا ما خسر أنت حاجة ولا ليجا ما عباد الله لا يوجد ربح وإن أنا أريد الربح كوراني قاسف تحدية تكبس ما تكبس القانون aver قامل صعدada تكتوق أريد أن أريد حمادي أو تدري هم والقان arriving وقانittens في التيكتوق لم أرد الأDRHM ��안 اليوتيتب لم أرد الأDRHM كنت لا تدري기 والحمن لله رحيذras الأمر قامت في مسلها قامت في الملتوق لا يريد أن يدرب لا يريد أن يستند وها لها لا تريد أن يمسكي وفي السلام لا يريد أن يمسكه لماذا أفعل ذلك؟ كنت أريد الفلوس كوراني قلت لكم أن تقاتل مع ذلك تكبس يا ما تكبس و تزمر يا ما تزمر لذلك اللي يجب أرغب كي تلعوا اللايب و صاف أنا عندي 30 سنة عندي دورة شهرية غير منطدمة ما فيه شيء يصل وقت نتاعها تلعوا مرض كثيرا لكي نصحني سيداتي ما أعرف اسميتك أول حاجة 30 سنة إن شاء الله باقع لك الوقت إلا كنت ما أعرف كيف مزوجة ولله عندك دورة شهرية غير منطدمة ما فيه شيء يصل وقت نتاعها إلا كنت عندك الحرق في الدورة الشهرية أخذي بونستيل بونستيل كتبع في الفغم السيب 30 درهم وإلا كنت مزوجة من الأحسن أخذي البولول لبنات ستصال كينة الحمالة عندها دورة جيدة كتقدر الدورة وكتحييض حتى الحرق تقدريت تأخذ البولول مدة 1-3 شهر وكتحييض الحرق وكتقدر الدورة وإلا كان حرق بزاف وكتحيي اختي اختي انا اول مرة كنشرب ماني على حمل شهر دابة في العدة شهرية وخا سالسها ما زال فيها رياض ستأخذي 21 حبوز تحبسي سبعيام او ثاني 21 حبوز تحبسي سبعيام كناخده منع الحمل اول نهار ديال الدورة الشهرية باش هكك تقادلك عافك ما هي ايام الايبادة دا سؤال مزيان ايام الايبادة على حساب واش عندك دورة طاويلة اللي هي 30 يوم واش عندك دورة قصيرة اللي هي 25 يوم واش عندك دورة عادية اللي هي 28 يوم ايام الايبادة من 11 ل19 هنا جمعي راسك وايام الايبادة تكون 13 14 15 16 ولكن انت من 11 ل19 لا تديري والوء ولا تديري الواقي ولكن انت بغى تحملي نقسي من 11 ل19 دونك على شغلت من 11 ل19 لان البويضة كتعيش نهار والحيواء المانوي كيقدر يعيش منها من ثلث يام حتى الخمس يام يعني كيطلع وكيبقى كيدور في الراحم مثلا راجل كني اسمعك اليومة واليومة ما زال نهارد الايبادة ايو وقلاس هذا الاسبار ما تزويد كي تتساره تمه من هنا واحد اربع ايام عاد هبطت البويضة وعاد وقائصة وعاد حملتي شفتي عليها تتخلي واحد تسعيام من 11 ل19 من دير والوء المدينة التجربة والان في اللعنة ان لا يقوم للقيم فكان قوارسة لالتطورها لن يفعل للجرم وقم التجربة لها ويصنع لكم المدينة التجربة ل Erde الملترسى منكون اسمع وهنا مرحل ان تردوا لجرم وانا ليس قرأوا لجرم مهم الدي من تجرباءs الوجرم لها موعدونا في الانستجرام ايضافين مروا تشربي ديال الرضاعة مروا تشربي ديال الرضاعة السبب القدف الساري السبب القدف الساري يقدروا يكونوا مدعبات بزاف ديال الوقت قبل الممارسة قبل العلاقة مثلا ساعة ديال المدعبة هذا هو اللي تخلي القدف الساري وكي يكون عند السيد بلا تحاجة يعني هكك يعني فيه هو بلا مدعبة بلا تحاجة السيد يدير العلاقة دياله وكي يكون قدف هناك ادوية ديالهد المشكل هذا ساعة 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 ولي غياتك تخيط مول هذا القدف الساري ساعة ديالهد المشكل ساعة ساعة ديالهد المشكل ساعة 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 幾م ترجمة نانسي قنقر 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 يجب أن يحبس الحليب إذا كان يحبط الحليب و تحملي يجب أن يحبط الحليب من البزاز و سوف تكون قطعا لك السيدة التي لديها المشكلة يجب أن يحمل الحليب من البزاز يجب أن يحبط الحليب من البزاز يجب أن يحبط الحليب من البزاز و تترجع الدورة الشهري و تحملي سوف تنسؤل عن الحليب من البزاز يجب أن يحبط الماء في رائحة خائبة و يجب أن يحبط الحليب من الماء يجب أن يحبطÓ يجب أن يدح الشجية يبقى عادي لاخر وده بحبسو مديروش علاقة بغيت تدروا علاقة ديرو الوقت دكري حتى تشوفوا الطباب لعدكم تخاتموا بالصح الشاهق والزافر خاطر كي يساعد على تسهيل الولادة كان اهضر عن تجربة والله بيانسوغ اسوسو الشاهق والزافر كي يساعد على الولادة وكي يساعد على الوكول يتحلوا على الباب يخرج ارى هادي ابغيت اغاندلكم فيديو ان شاء الله تصد طبيقي ماشي بالهدرات تصد طبيقي باش تعرفوا نعاود نوريكم كيفاش تجمعي النفس من نيفك وتخرجها من فمك تصد طبيق ماشي بالكالم تغير سوف نتعش سفة سفة باللحم واللوز سفة باللحم سوف نتعش سفة باللحم للمسجد لا أعرف سؤال سوف نتعش سوف نتعش سوف نتعش انستغرام لكي أرى انا راهي طحي عليا قطرة ديالدم وقال الطباب راحي متاعك منفوخة وهورمونيس مهيش منظمة يا اختي هالطباب اللي قالك الهضرة هذي ماعطكش تختمه وماعطكش دوا يا اختي هل تقدره لكوما انتها لا تريد شي يتلعق انا من شهر 11 وانا انا اخدت فانيد من العلحة لا اخفت ان اطولت فيه باش نصحيني لا لما اطولت فيه ماولورك اللي كتاخدو عشرين عام شو تقول هذي كمولات عشرين عام لا الله بحل هكه اربع سنين ست سنين ايجع للبراكة لا كنتي بقى ماولدتي حاولي واحد العام واحد العام عام ونصف مكسلم عامين صفي حيدي عامين رابزة فقام حملتيش عام حيدي اكتب باعتبت ممتاز ممتاز كثير هنا فكري ان يقدر يكون سرطان عنق الراحم السيدة التي يهبط من الموحدة الدم من غير الدورة الشهرية هناك يقدر يكون البداية السرطان عنق الراحم لا يوجد أي شيء عادية ولدك الدم هبط عادية ودك القطرة عادية أي شيء خاصة نعرفها من جاية نيسا الذي فاته 35 سنة وبدأ يجيكم موحدة الدم من غير الدورة الشهرية سيرو ديو سيرو السبطة للحومة سوف يديرو لكم حتى ستميتو ليفيا هنا كي يشوفوا ما عندك لايستر بداء كونساغ تقولوا لله لا تجاهلوش هذه الأمور في حالة ما قاعد لايستر كان كونساغ في البداية ديالك يتعالو السفاء وما تقوالو حسنتي في شهر التاسع تمشي مزيان شربي الزيت البلدي تمرت 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 ثم تمرت تمر فيه لوسيتوسين لوسيتوسين هو اللي يعاونك لكي يكونوا تقلصات العضالة لكي يعاونك لكي يتحل فم الوالدة وكي يجيك لوجوعه لكي يهبط لمشي الزيت البلدي تمر وتنفسي مزيان كيف موردكم قبيلة قبيلة واقع 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 نجبض من نيفي ونخرج من فمي لاسر بنفسي ونشرب المم جيد ليس بغض كيف تلوز من الأولادة لا نستحق كنت تأخذه على الوضع 8 يحمل لكي لا تحمل يوجد طريق 35 يوجد ميكرو وميكرو لا أريد أن أطلبك تجاوبي والله العظيم إلا أن أتكلم بحاجة إليها لأنه لا تقوم بحاجة لا أتكلم أن تفعل بحاجة إليها أو أن تفعل بحاجة إليها أو أن تفعل قليلا ، فمتحق الجديد ويقول ، أسمع أن أصبحه على خلط إن شاء الله اللي لا تقوم بحاجة إليها أنا أريد أن تحمل المكسما لأن نتعابل سيئة ما هو قد يطلبها ؟ اللي لا تقوم بحاجة إليها لانستجرام ونجلب نستجرام من الصبح الظهر نتعابل آممممممممممممativos تقريبا احسن مانع الحمل كما تفوق طبğu غير مدرء مماء ممتعا ملغ etmek قم طرف قم طرف وحديد ما هو لأحديد حتياتي أنه محبي ليس له في المعدة وخفيف شكرا لكم بزاف حتى انتم شكرا اختي بقى نشرب الفاني الدرداء والذي عنده ستة عشهر ونكمل ونحيد واقع مئات كاف مره توصل ستشهر نحيد فاني الدرداء خفيف في الوصد وفي البروجيسترون بوحديثه واذا ستحمل لي ؟ اللي ستحمل ستشرب فاني الدرداء وخطفه ستشهر من باع الولادة سيري بداي 21 نحبه ويديعلك هذا أريد ربي معكم حيث تردعو بدأ رضاعة اسمتها لميتود ماما ما حال هذه الزمان؟ كانت السيداء عامين تبقى تردع ما تحمل ما غير رضاعة أحدة تشد لها هذه اسمتها ميتود دي المنع الحمر كانت اسمتها لميتود ماما ولكنتما لا تغامروا لا تغامروا تخيلي والدك عنده تسعة شهر ونودي تحملي تحديد 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 بلا زعمة إلا كانوا عندك إفرازات بيضاء كانوا صفراء أولى خضراء ضروري خصوص كونسلطة سبيسياليزي يك نحضر على إفرازات البيضاء كين نيدازول كين ميتخو نيدازول وكين بفاجين هذا ثلاثة كونسلطة سبيسياليزي وكين تجعل الجرسة بمخلية راجلها كما تدريتها كونسلطة سبيسياليزي اتعلقها وكين تجعلها لا وكين من المائكة لأن المائكة يجعلها يجعلها لكن لما تعود تأتي بأنها أتعاوض وكينها غاونة وكينها تقولون بأنها أخذت بيضاء لا تقوم بزيد قليلا في الوزن على حساب كل مرة سوف نجاوبك وخامة سنجاوب على الأسئلة ولكن نجاوبك واحد السيد قال لك نعص مع واحد السيدة وخافها لتحملها ديومين سيرجري لفرماسيان وشري لها إلا وان بمية الدرم وخامة سنجاوب على الأسئلة الصيدالية شربها قبل ثلاث يام يمكن أن نأخذ حبوب الرضاعة وخامة رضاعة هذا ما حبيبتي؟ حبوب الرضاعة في يوم البروجيستاغون بوحديته من غير إذا كان لديك مشكل لا يسر أو سرطان أو هذا طبابك يعطينا ساعة البروجيستاغون بوحدته إذا لم يكن لديك مشكلة أخوضي 21 حبيبات لن تحملي لأنه حبوب الرضاعة خفيف فعليش نقول خفيف حيث في البروجيستاغون بوحده قبل ثلاث يذهب انوفيل 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 سوف تسكي معي من الداب حيث ها 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 لأ جاء 10 درهم ويجب ان يتطلب سيكون كامل صاحبته لا تحمل انا أأخذ 100 درهم قبل 30 يام انتشربتها من مرة خلال لا تستعايد من الأكثر تجعل الصاحب وأصبح زوجا بها قبل ثلاث يام تشرب اين لاوان إذا فاتت ثلاث يام تقدر تحمل اختي باش كتعرفي فقطي البكارة ديالك كشكوني نائسة وكتحلمي ركي فقطي البكارة ديالك اختي باش كتعرفي فقطي البكارة ديالك خاصة يكون حداك راجل هذه اول شيء اول شرط من الشرط ثاني شرط ركي تحسي بواحد المون بغان تقطع وتحسي بالحرق ويهبط الدم من غير البكارة المطاطية هذه اللي ما كيهبط فيها الدم والسيدة اللي كتقولك انا كنعس سنجد علاقة سطحية يا اختي والسرق لبكارة ديالك ما بقت لا استطحية ولا ولا معماقة كتقولك لا انا كندرغي علاقة استطحية راني بقى بنت اخبركم هذه العلاقة السطحية البكارة كتلاشة وكتبشي وما تحسي بها قاع فقط شمشت الزوجة التي تعاني من الحرق لديها ميكروب بنات سوف نجعلكم غدا لايف في الانستاقرام غدا ان شاء الله دخلوا عندي الانستاقرام سوف نجعل لايف في الانستاقرام حيضرت لايف في الانستاقرام قدرت سويل البارح وعجبني جاني زوين اختي وشكين خط تبخر انا دري التاست الحمل ووصيل بك وشوية شين الساعة طلع خط خفيف بزاف هاد القضية كتوقع هاد القضية كتوقع انا قد نصحك تعود ادري التاست ديال الدم هنا تقدر تكوني حاملة تقدر تكوني محاملة فهمت في هاد الحالة هاد دونك خديجة غدا ان شاء الله سوف نجعل التاست ديال الدم را ما غاليش بزاف كي درستين درهم كتسمى الباطع اش ساجي بلازماتيك هو التاست ديال الحمالة ديال الدم كتسمى بلازماتيك هي اللي كتكون افكاس شوفوا شي وحدة اللي كانت شكب لا تمشي دردك تحليل ديال 30 درهم ديال البارح 100% حيث لا تكوني شكا وخد ديرها تكوني شكا 30 درهم ازل على 30 درهم وحدة اخرى يستطيع تحليل ديال الدم وهنا مرتاحة عندها الحرق وعدم اتصدام الدورة تاخذ البلول اذا لم تكن تاخذ كينا الحرق ولكن اذا كانوا عندها افرازات اللي هي فيهم رائحة خيبة والحكاوة دخص الدورة ام اسلام السلام اخر دورة 20 في شهر ثلاثة وقتش عندي الولادة وظهري اختي كي درني بزد عادي يدرك دهرك رغم من الحمالة وانتخافي باقي يدرك سبحان الله العلي العظيم العامود الفقاري عرفتوا كي يكون هاكا سبحان الله العلي العظيم العامود الفقاري يتعوج كي يدرك الباب ويخرج يحييح عادي حبيبت دهرك هذه الحمالة ان شاء الله لا يبقى شي درك غير حيث العمود في قريك يبقى غديو كيتعوج باش البابة كي ياخد شكل ديالو الساعة وعشين مشهرت لياسا دعون كنتي انذك ربعان ربعان خمسة سسة غدا في الرابع غدا في الرابع غدا في الرابع ولا كلا بغزي نحسب لك اكزاكت عمود وزي لانستغرام مهم غدا في الرابع ممكن سؤال عفك سولي بلا متبقوا وتكتبوا ممكن سؤال عفك سولي وحيت لكو مانتك يتلعوا البناس بعضاء اللي بغوزتو له على موانع الحمل دخلوا عندي اليوتيوب في القانت اليوتيوب اسمي تفاتي انساج فلوغ راني خليت لكم الرابط في البروفيل تيك توك راني هضرت على جميع موانع الحمل ماذا يدروا ماذا يدروا ماذا يغلط ماذا يضعف ماليزافة لهم هضرت على الحساب اللي بغى الحساب راني هضرت عليه بطريقة مفصلة وناجحة 100% ماذا يخلط على قانت حمل راني هضرت على الأخير وحيطة على الأخير راني هضرت على الاطفر هذا صبح راني هدر وحيط ذلك وحيط المعرسة وحيط ستجيني الآن اتركز السيطرة لأميزك تتحيط المعرسة اليوم وتبدأ هذه الغداء لا تتكلمين موالو 12 البنات 12 دعبة اقول لكم تصبحوا على اخير منع الحمل السللية ما عادي من وراء نهار تجيني الدم عادي مهم تقطعي 21 فوق مجلسك لا مشكل لذلك اللي لم تجاوبتوا شي اسمح لي اخذكم تعرفوا ان لكم انتقائي طيرو هاد الشي يمكن الحمل وانتي بكر بيانسور يمكن ان تحملي وانتي بقى ازبة بقى ابنت بقى البكارة مصدودة الاسبرماتو زويد كي يطلعوا الراحم ممكن هذه وراثكم البنات الشي را ما فيش اللعب ودك الشي دي الاجهاد را ما بقاش راولاد راولاد شي راولاد اشتراك واتن اشتراك لكم بقى اشتراك حتى الغداء إن شاء الله البنات اللايف غداء إن شاء الله في الانستغرام في الانستغرام غدا ندير live إن شاء الله لابقي نحيين أنا مزوج وعندي خمسة دوليدة وملكا ندير علاقة مع مرتي كتحمل يبا دونك ما دير حتى شي واسي لد منع الحمل عندك خمسة دوليدة سيدي قولها تدير العملية الكبيرة تدير لاليكاتيو بقصد القران خمسة دوليدة تجعل الباراكة راكي يصدوا عليهم القران تدير اللولب تدير البراه هذا راك يفاكس وبين السيدة خمسة دوليدة ستكون يعني كبيرة في السن ما تديرش تدير غير اللولب ولاديك تصد القران حيث الهرمونات الأخرين صعب عليها ميك خوديول كي يغلط خرج عليها يالله خديت بيلارا هذا الشهر وهان سوما اللي بغت تغلطها ميك خوديول شي بغي يغلط شي بغي يضعف لسبحاء الأخير نستفيد منك بزيف شكرا حسنتم الشكر اللي يكون والله العظيم نهار ما كنديرش لايف كيف يبقى فيي الحال كما نجمع معاكم كما نعرف سيء فقط البكارة رأى هذا السؤال رأى العلاقة الجنسية السبحية كتفقد البكارة وانت ما على بالك لا تعرف ما حيث شدك الحتيكك سيمحي لنا سوصيلة كانت عندك الشي بكارة اللي هي اللي هي الليمون بغان دياولها كي نقول لهم يعني ذاك الغيشاء ديالها أرقاق تقدر يسفقد البكارة ديالك وما تحسيش جاسمين هو اللي كنشرب أنا فتورك يا جاسمين زوين منع الحمل زوين 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 لأنه مغلف بالحديد لافر يعني اللي ما كيدرقش في المعداء هاد الشي ليش زوين المادة اللي فيها توستستيرون اسماعيل معانا شي طبيب بحل واحد خينة لابت قريبا شي شي شكرا